أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوحنون أولئك على مدى من ربهم وأولئك هم المفلطون إن الذين كبروا تواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السبهاء ألا إنهم هم السبهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنماكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعممون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في علمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبطارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عنيهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في عيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بتورة من مثله ودعوت أداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات سجرهم تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهزي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم اتوا إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائفة إني جاعل في الأرض طليبة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كريها ثم أرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إذ لنت أبى والتكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستطر ومساع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو السواب الرئيم قلنا اهدتوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فمن سبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يأزنون والذين كبروا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوب بعهدكم وإيايا فارغبون وآمنوا بما أنزلتم فتقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنتعون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ مجيناكم من آل فرعون يتومونكم سوى العذاب يلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وبذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل في الأون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين لنا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عقونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقسلوا أنفسكم ذلكم غير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وتنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استفى موسى لقومه فقل نظر الدعصات الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله وناس اعزوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بصلها وقسائها وقومها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قضربت عليهم الغلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أعطوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آدوا النصار والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خلوما آسلناكم بقوة واذكروا ما فيه لأنكم تتلقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وما عراشا للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فسروا الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستي الحرس مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فلبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها فلالك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبث من خشية الله وما الله بغافل على ما تأمنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قل بعضهم إلى بعض قالوا أتحددونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عهد الله ليشتغوا به زمنه قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أستخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحام النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحام الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميزاق من إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحفانا وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأطينوا الصلاة وآتوا الذكاء ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميزاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعجوان وإن يأتوكم متارا تهاجوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذرهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بنمرين البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كلبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفعون على الذين كبروا فلما جاءهم ما عافوا كبروا به فلعنة الله على الكافرين بئت ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلوما آتيناكم بطوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالطة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرق الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يوجد أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحجه من العذاب أن يؤمروا والله بطير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لإله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكبر بها إلا الفاتقون أو كلما يعاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا شكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضعرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظمنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننتخ من آية أو ننتها نأتي بخير منها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل المتعم قابل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كبير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأقوا وقفأوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا شرك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت النصارى ليس في اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيانة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع متاجد الله أن يذكر في هسمه وتعاتي قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا عخي ولهم في آخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فكان وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طانتون سجيع السماوات والأرض وإلى قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يمكنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستمع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفرها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ارتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسادة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن صهروا فيكي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتبه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وجئس المصير وإذ يرسع إبراهيم القواعب من البيت وإسماعيل ربنا تقبل لنا إنك أن تستمع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعثيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويجكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن دلة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطحيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم أنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيشى وما أوتي النبيون من رضهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن لهم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شطاق فتيكفهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلطون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى قراط متقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الخبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على أقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتا ترضاها فولي وجهك شطرا نسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شبر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شبر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شبره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا لنكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنذلوا أن نكون بشيء من الحوف والجوه ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الطفا والمرت من شعائر الله فمن حزي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطرى خيرا فإن الله شاكر عنه إن الذين يكتمونها أنذرها من البينات والهدى والهدى من دعبنا بيناه لهم الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إلا الذين تاموا وأطلعوا وبينوا فأولئك أتوب هريهم وأنا السواب الرحيم إن الذين تطروا وماتوا وهم كثار أولئك عليهم نعمة الغاهر والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف منهم علىه ولا هم ضرمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الأيب والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينقر الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذاة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتقر من دون الله أندادا يحبون مبتح بالله والذين آمنوا أشب حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إن يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اشتبعوا من الذين اشتبعوا ورأوا العذاب وتقصعت بهم الأشباب وقال الذين اشتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريد منه أعمالهم حسوات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبروا قضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبروا ما أنزل الله قالوا بل نستبر ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يحسدون ومثل الذين كفروا بمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بطنهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتنا وزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما أرم عليكم الميتة ودنا ونحن الخنزين وما أهل أبي لغير الله أمن الضرعي رباغ ولا عهد فلا إثن عليه إن الله رسول رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنهم قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلكوا في الكتاب لكي شفاق بعيد ليس الذر أن تولوا وجوهكم كبل المشرك والمغرب ولكن الذر من آمن ولكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وعات المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي اللقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والملكون بعهدهم إذا عاهدوا والصاديمة البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالكر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباه في المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أمين ولكم في القصاص حياة يا أولي الأبباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترت قيرا الوفية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصر جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثن عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ختب عليكم الصيام كما ختب على الذين من قبلكم لعلكم تستكون أياما معزودا أم إن كان منكم مريضا أو على سفر فهزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه إدية طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إنكم منتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والقرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الربة إلى نسائكم هن لبات لكم وعنتم لبات لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وقلوا اشربوا حتى يتدين يقوم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجر تلك حدود الله فلا تطربوها فذلك يبين الله آياته للناس الأعلى هم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي من وقيت للناس والحج وليس البرو بأن تأتوا البلوت من برورها ولكن الفر من اتقى وأتوا البلوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الغاسدين وقتلوهم حيث تقسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم من ذا المسكر الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون كذنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الرعيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرماس قطاع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثين اعتدى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المستقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فجدية من صيام أو صدقة أو نشر فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجرق صيام ثلاثة أيام في الحج وتبعتم إلى رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر من معلومات فمن ضربت إن الحج فلا رغت ولا خسوط ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلم الله وتذردوا فإن خير الزاد الشقر واتقون يا أولو الألباب ليس عليكم جناح أن تغتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عن ذا المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلين من الضالين ثم أخذوا من حيث أفاضل الناس واستغفروا الله إن الله وطور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معزودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشرون ومن الناس لن يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرق والنسي والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أقبته العزة بإذن فحسبه جهنم ولبئس النهاد ومن الناس من يشر نفسه ابتراء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن جللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينمرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعنة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العطاب زين للذين كفروا بحياة الجنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله من نبيين مبشرين ومنبرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآقرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأولئك أردون رحمة الله والله وصور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآقرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فأتذلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطرون فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واستقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غربة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العليم لا يؤاقبكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاقبكم بما كسبت طلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرون وما يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تفريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يطافا إلا أن يطافا أن لا يقينا حدود الله فإن خذتم أن لا يقينا حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعسدوها ومن يتعذى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناه عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يتعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هجوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يأغطون به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أجواجهن إذا تراضل بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له لذكرهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعى لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتجاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أجواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أسننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن شرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعلموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمشوهن أو تفرغوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقفر قدره متاعهم بالمعروف حقا على المحكمين وإن طلقتمهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم لهن فريضا وقد فرضتم لهن فريضا فنص ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنتوا القضل بينكم إن الله لما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المشطى وقوموا لله خالدين فإن خدتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وفية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنخش إنهم معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المستقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقنون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله عبدوا قضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من من لن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كبيرا والله يقذب ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أننا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عظيم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا سمركا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفره عليكم وزاده بسة في العلم والجسم والله يرسي ملسه من يشاء والله وازع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه شكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت في الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر أمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغضرت غرفتان بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا ما هو قالوا لا صاقة لنا اليوم بجانوس وجنوده قال الذين يظنون أنهم مناقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما ضعزوا لجانوس وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا قبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جانوس وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله أنت بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم برجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ناوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالهروة الأسطى لانفطام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكتوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت أقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقل أربعة من الصير فطرهن إليك ثم دعا على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنة في كل سنبلة مئة حبة والله الضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل فمثل خفوان علمه تراب فأطابه وازل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يعزل قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم امتراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من مخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأطابه الكبر وله ذرية ضعفا فأطابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما تسبتم ومما أخرج ما لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغلقوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نبي فإن الله يعلمه وما للظالمين لأنصار إن تبدوا الصدقات فلعن ما هي وإن تخطوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوسف إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أفتروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر تعفهم بكما هم لا يسألون الناس الحاسى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل واللهاء فرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخفطه الشيطان من المسجد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعرة من ربه فانسها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أزيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله وإن تلتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ليسارة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ما يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم ببيهم إلى أجر مسمى فاكتروه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل بالذي عليه الحق وليكتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملأه أو لا يستطيع أن يملأه فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرعتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أجلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتبه ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبور فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتقمها ربا ولا تكتم الشهادة فمن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في الجماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء مقدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نستمجينا متعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تآخذنا إن نتينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأكو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانكرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لنا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم علىهم شديد والله عزيز ذو متطان إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم جيب فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسمة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تجر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يحلق الميعاج إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل سلعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخلهم الله بذنوبهم والله شديد عطاب كل الذين كفعوا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وزد المهاد قد كان لكم آية في فئتين سقطا فئة تقعدل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأول أبصار ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطين المطوطات من الذهب والفضة والخير المتولة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أأنذركم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسفار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إلا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير كتاب لا يتقد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تغذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفسه ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في غطني محررا فتقذل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتا وإن سميتها مريم وإني أليلها بثور ريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا بن حراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب عبري من ذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون بي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رضا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك والصفاك على نساء العالمين يا مريم وقنتي لربك واستجي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلانهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمس في بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلئ الأكمى والأبرق وأحيي النوتى بإذن الله وأنفعكم بما تأكلون وما تستحرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا سراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقفنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير ماشمين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إن إلي نرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأم الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين وأم الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من شراب ثم قال له كن سيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نجد أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الكائدين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى سلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقنون ها أنتم هؤلاء هاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حلفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هو هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنذل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن سبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتى من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دمس عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكرب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يتلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وإن منهم لسريقا ينمون أسنتهم بالكتاب فاحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخلوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رشول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلمنا في السماوات والأرض طوعا وفرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نكرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام لنا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهديناه قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخصف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضاليون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اكتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل فأشوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم طادحين فمن افترى على الله الكرب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون للمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين شعزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم أفي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا ألا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يتدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلهم من خير فلن يقفوه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن توني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فسل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البرضاء من أخواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنام لمن الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الطلور إن تمتسكم حسنة تسؤهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتستقوا لا يغرركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فل يتوكل المؤمنون ولقد نطركم الله بغدر وأنتم أذر له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمزكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مندلين بلى إن تصبروا وتستقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة متوهمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرحا من الذين تغووا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وشارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يطروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها العنار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن أسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ونوعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأناتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح يسلوا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولينحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسرتم أن تدخلوا الجهنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انطلبتم على أعقابكم ومن ينطلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وعنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما الشكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسفت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبإتمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا سلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما خاسكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تأملون ثم أنزل عليكم من دعم الرم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شعين قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تغروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عيادنا ما ماسوا وما خسلوا فيجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لنغفرة من الله ورحمة ورحمة خير منا يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت صلا غليظ القلب لنقضوا من حولك فعطوا عنهم واستغفر لهم وشاولهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أفمن التبارق وأنا الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعدتهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هالا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين لا تقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادهعوا قالوا لو نعلم قتالا ما استبعناكم كم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأسواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من خضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وقضلهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما عصادهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوثين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكهر إنهم من يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفتهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله لينرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطرعكم على الوايب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضره هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قدير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامه للعبيد فالذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إن تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاهي ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوسوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاقا لنأوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبلوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وأنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخجيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاج فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض الذين عاجوا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليلا ثم نأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أدرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغفت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا وآتوا اليساما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خذتم ألا تقشقوا في اليساما فانكعوا ما طاب لكم من النساء أثنى وثلاث وارباع فإن خذتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تنولوا وآتوا النساء صدقاتهم لنشلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابسلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسراسا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فاردقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كن نساء فوقت نسين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما الشرش مما ترك فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نفع ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث فنانة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الشرش فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطي الله ورسوله يدخله جنات كبير تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله وعسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوساهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن شابا وأخلعا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعسدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبذال زوج لكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غليظا ولا تنكعوا ما نفح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن يعنشح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فسياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانشحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متافحات غير متافحات ولا متقذات أخذان فإذا أحقن فإن أتين بفاحشة فعليهن نفط ما على المحصنات فعليهن نفط ما على المحصنات من العذاب ذلك لما الخشي العنس منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن سرار منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا ومذنا فشوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا نوالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله والذين تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبروا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خدتم شقاق بينهما فدعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إطلاحا يوثق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إهدانا وابن القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب الجنب وبن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالدخل ويبتمون ما آساهم الله من قبله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فتاء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله فيهم عليما إن الله لا يظلم مفقال ذرا وإن سك حسن سيضاعفا ويؤس من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوجد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تشوا بهم الأرض لو تشوا بهم الأرض ولا يفتمون الله حديدا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عالي سبيل حتى تغتفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيدا طيبا فانسأوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرقون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراحنا ليها بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أولى لعنهم كما لعنا أصحاب الشب وكان أمر الله نفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اكترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا تبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن ينعن له فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤسون الناس نقيرا أم يحفدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فلنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوخ نصيهم نارا قل لما نضيجت جلودهم بزلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا غليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تناجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأمينا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيدة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا دليرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله سوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كثيرا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويتلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لجنة أجرا عظيما ولعبيناهم صراطا مستقيما ومن يطعنا والرشول فأولئك مع الذين أمعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباة أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئنك إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كبروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد قشية وقالوا ربنا لنكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل قل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يبطمون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولنا فما أرسلناك عليهم حذيرا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك غيث طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمرهم من الأمر أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرغ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كبروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حكيبا الله لا إله إلا هو ليجنعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حزيزا فما لكم في منافقين في أسين والله أركسهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واجهوا لو تكفرون كما كفروا فسكونون سواء فلا تتقدوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتقنوا منهم وليه ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نساق أو جاءوكم حصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أرزوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن خسل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إلى مرضتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كبيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمزاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المزاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقلا وعد الله الحسنا وفضل الله المزاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومرفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قلنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك نأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهسدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا الغفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناع أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأسي طائفة أخرى لم يطلوا فليطلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وجد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأنفعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناع عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعز للشافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فالكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موثوسا ولا تهنوا في بسراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب للحق لتحكم بين الناس بما أرىك الله ولا تكن للخائن قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما أجيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع ويرسبي للمؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لأنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من عدون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا وعد الله حطا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنشحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من دعمها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتلوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا قط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهنا فلا تستبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلطوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وتوفى يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للشافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤسيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آرنا الله الجهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورسعنا خوفهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب عظل بل طبع الله علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم روحشانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رجول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكنه شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنون به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كبيرا وأطرهم الريبا وقدمه عنه وأطرهم أموال الناس بالباطي وأعتبنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤسون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ها إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونعقوب والأسباق وإيسا وإيسا وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصطناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما رسلا مبشرين ومذمرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تظلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن فهو خيرا لكم إنما الله إنه إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعليل الصالحات فيوفيهم أجورهم ويجيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فتيدخلهم في رحمة منه وقضل ويهديهم إليه صراطا متقيما يستفتونك قل الله يبديكم في الكلامة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترث وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنكين فلهم السلسان مما ترث وإن كانوا إخوتاً رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حر الأنت يارين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهينة الأنعاد إلا ما يتلى عليكم ويرموا حل الصيد وأمنكم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون قضلاً من رضهم ورضواناً وإذا حللتم قصاد ولا يجرمنكم شنآن قوم أن خذوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الجر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتفوا الله إن الله شديد الهطاب حرمت عليكم النيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقوا اليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانب لإسم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أقولوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله تريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجوهن محطنين غير مسافحين ولا متخذي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حذق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانشحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا فعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وليساقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تأمنون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همقهم أن يبشطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله من ساق بني إسرائيل ودعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي النساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلم يحرقون الكلم عن مواضيه ونشوح الله مما يفكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وافتح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا نساقهم فنشوحا رب مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه شبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يهلك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السناوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحفاؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإله المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على سترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجبالكم فتنقلبوا خاشرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن على الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهل أنت وربك فقاتلها إنا هاهنا طاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قتل عليهم دابني آدم للحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل أنك قال إنما يتقبل الله من المستقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاترين فبعث الله غرابه يبحث في الأرض ليهو كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من الماجمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحارفون الله ورسوله ويتعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة إنما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والشارق والشارقة فاقطعوا أيديهم أجزاء بما كتبا مكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأطلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدمي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكرب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤسوه فاحذروا ومن يرد الله فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكرب أفكالون للسحة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حتمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون توعدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها المديون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ما توخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وخفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وهدى ونوعرة للمتقين وليحكم أعل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنون فاستخذوا اليهود والنصارى وأولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناجمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لنعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاوت أولئك شر مكالا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يقنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كذيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لففرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم تاء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت إثالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقسلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نشعى والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن شد الناس عداوسا للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقررهم ربكا للذين آمنوا الذين قالوا إما نقار ذلك بأن منهم قسيتين ورهدانا ورهدانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى أعينهم سفيض من الزمع سفيض من الزمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمدنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع وأن يدسلنا وعرفنا مع القوم السالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكرروا بآياتنا أولئك أصحاب الجئين يا أيها الذين عملوا لا تحرموا طيبات ما أقل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا لما رزقكم الله حلالا مفيدا واتق الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخركم الله باللغر في أيمانكم ولكن يؤاخركم لما عقبتم الأيمان كثارته إطعام أشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أمن لم يجد فطعم ثلاثة أيام ذلك كثارة أيمانكم إذا خلقتم واحتضوا أيمانكم فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميس والأنصاب والأزلام إجس من عمل الشيطان فبكيبوه لعلكم سفرين إنما يريد الشيطان أن يؤفع دينكم العذاة والبعض وأفل قمر والميسر وأفدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كالأنص من كبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن كان ليتم تعلموا أننا على عشرنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا عن نصالحات جناحهم فيما طعموا فيما طعموا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا يعمنوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحكموا والله الحب المحتمين يا أيها الذين آمنوا ليذلوا أن نفل الله بشيء من الصيد فنالغوا أيديكم فنالغوا أيديكم ورماقكم ليعلم الله من يقاطروا بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقسروا الصيد وأنسوا الحرم ومن قتله منكم متعمزا تجزائهم مثل ما قتل من النعم يحكم بهذا عدل منكم هديا ذلك أو كفتارة متعام مساكين أو عدل ذلك ثياما ليدوه صود على أمره عفى الله عن ناس لك ومن عادك ينتقن الله منه والله عزيز من فقام يحل لكم صيد البحر وطعام مساء لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البر بمعز سبح الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله لكعبة بيت الحرام قيام الإناس والشعر الحرام والعذي والطيابد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله لكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا الزمار والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستهي القبيل والطيب ولو أعجبك كفاس القبيل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعنكم تسمحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن سبدلكم فسؤكم وإن تسألوا عنها حين يمزل القرآن سبدلكم عقى الله عنها يا الله رفور حليم قد سألها قوم من قدركم ثم أصدحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفكرون على الله الشرق وأفكرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما هم ضل إذا سبيتم إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان لواء عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن نتر على أنهم استحقوا إثنا فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاطوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واتنعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين إن يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأواط بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائبة من السماء قال استقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائبة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توسفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدنون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمكرون قلوا الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كلبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من سحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في سرطات فلمشوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سح مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهما يلبسون ولقد استعزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لنا ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أستخد وليا فعفر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يطرف عنه يومئذ فقد رحمه وللك الفوز المبين وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليها للقرآن لأمركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إننا هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من استرى على الله كذبا أو خذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنقشهم وظل عنهم ما كانوا يسترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوا هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليس ما نرد ولا نكرب بآيات ربنا ولا نكرب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل فذالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ضغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أولارهم على ظهورهم أنا أساء ما يزيرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعحلون قد نعلم إنه ليحجنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد قلبت رسل من قبلك فصبروا على ما قلبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كان تضع عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفطا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما قربنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبقموا في ظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على طراط متقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين فالإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمن من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نشوا ما نفكروا به فتحنا عليهم أدواب كل شيء حتى إذا فيحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأغطاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نطرف الآيات ثم هم يطفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أن يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنظر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوسعكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينذئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفيا فإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل فرض ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأتابا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطهون وكلبه قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حتابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتقلوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شبيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخر منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتستخذ أصمام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وفلالك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الميل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغته قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي قطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه مرفع درجات من مشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل من هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس والوطر وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من نشاء من عباده ولو أشرطوا لحادق عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وعلى كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنبر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن استرى على الله كبدا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال تأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقضع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤسكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسدانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهفدوا بها في ظلمات البر والبحر فتصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد خصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخ من طلعها فهوان دانية وجنات من أعناب والزيسون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أكمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا منه شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بجيع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمية عليها وما أنا عليكم بخشير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبعنا أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأهرط عن المشركين ولو شاء الله ما أشرطوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكير ولا تشبوا الذين يدعون من دون الله فيشبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ألمانهم لإذا جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأذفارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي مع دموا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لطوب القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فدرهم وما يفسرون ولتطوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترقوا ما هم مقترقون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الله وإن هم إلا يقرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتجين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتبون الإثمة يجزون بما كانوا يقترحون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفزق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين بالكافرين ما كانوا يعملون وفذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروهيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوسي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا طراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات منا عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنشم بمعجين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها استراء عليه فيجبئهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالطة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله استراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ زنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرجين ومن الأنعام حمولة وطرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قل آل ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين هبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإلل اثنين ومن البقر اثنين قل آل ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أغلب ممن اشترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو ذنا مسروحا أو لحن قنزير فإنه رجس أو فسطا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بعض ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شثومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الرن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هل مش هداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقسلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوه ذلكم وصاكم به لعلكم تبكرون وأن هذا قراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفطيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغاتلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم إن ننكذب بآيات الله وقد فعنها فنجذي الذين يصدقون عن آياتنا شوء العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى طراط مستقيم دينا قيما ملة إذا راهما حنيفا وما كان من المشركين قل إن طلاتي ونسقي ونحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تبعوا أجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلقون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم طائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أوسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تطلت نوازينه فأولئك هم المفلثون ومن خفت نوازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتها يظلمون ولقد مكناكم في الأرض واجعلنا لكم فيها معايش خليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لن يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهزط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا سجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن سبعت منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوآتهما وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما لاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق عيى الصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاسين قال اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لبعث أيواني سوآتكم وليشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تهودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم قلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأطلح فلا خوف عليهم ولا هم يحينون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يسوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنف في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ازدارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم أما كان لكم علينا من قبل فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجذي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نفلق نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في قدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغلونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقتم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم نهوا ونعبا وورثهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم نأتي تأويله يقولوا الذي لنسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي بليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب المعتدين ولا تبثلوا في الأرض بعد إصلاحها وبهوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا انتقالا شقناه لبلد النيف فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموشى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباسه بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نخرج الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قوله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينلركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذي منعه في الفلف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين تفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجل وغضب فتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجلناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية أذروها تأكل في أرض الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنشتون الجبال بيوتا أذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعطوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جافلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأسون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأسون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسركون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الشيل والميذان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين إن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن هدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن هود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وفع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا اتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الولاء الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذن خاسرون فأخلتهم الرجفة فأصبحوا في داره الجاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرهم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ضركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم ضأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم ضأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان آقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي فعدان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء من ماظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالدين قال نعم وإنكم لمن المطربين قالوا يا موسى إما أن تعطي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سعروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي سلقف ما يأفكون فوقع الحق وضطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لنكر ما ترسمون في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقفعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأخلدنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتي ناعا بعد ما جئتنا قال عشى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل شرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتشعرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوحان والجراد والقمن والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى بعلنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الين بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومهم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصمام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو قض لكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسرمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك قلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه آرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفردين ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه قال رب أيني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى طعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صبيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء نوعرة وتفصيلا لكل شيء فقلها بقوة ورأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأطرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم شذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمانهم هل يجدون إلا ما كانوا يعملون واتقل قوم موسى من بعده من كلهم عجلا جسدا له ثوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما شقط في أيديهم وأو أنهم قد ضلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويرفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه رضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجوه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وتادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وللة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سفت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤسون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إفرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونفروا واستبعوا النور الذي أنزل معه واستبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المصلحون قل يا أيها الله إني رسول الله إليكم جميعا الذي له منك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميي فآمنوا بالله وعسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتدعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعفلون وقطعناه مثلتي عشرة أسبيطا همما وأوحينا إمام سائل تسقاه قوله أن اضرب بأصاك الحجر كان بجسس منه ثلتا عشرة غيرا قد عرم طيونات مشربهم فضللنا عليهم وما لوازلنا عليهم ورمنا واستروا قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها أي فئتم وقولوا حقة ونقلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنجيد المحسنين فبدل الذين ولموا منهم قولا وعيرا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا نظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما له مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نشوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعلاب بئيس بما كانوا يفتقون فلما أتوا عن ماله وعنه قلنا لهم كونوا قربة خرسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذما ويقولون سيغفر لنا وإن يأسهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم نساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يستقون أفلا تعقلون والذين يمسكون من الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قلوا ما أعتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم يروا ظهورهم لريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم قالوا بالا فإذنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنها لا غافلين أو تقولوا إننا أشرك آباء أمن قبل وكنا لريتا من بعدهم أفتركنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتباه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحبل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا تقص في القصص لعلهم يتفكرون شاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد لغأناه جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغفرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك فالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعزلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بطاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوش السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ضغطه يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك المفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكفرت من الخير وما مستنيدته إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق كل من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ثمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلانه شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم لصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالحون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبطرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تبعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إلى الكوهم لا يظفرون قل لي عفو وأمو بالغرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينذر أنك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمضونهم في الغي ثم لا يقفرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بطائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنقثوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممجكم بألف من الملائكة مردثين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يرشيكم الله أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأهناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق إله ورسوله فإن الله شديد الهطاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحكا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ اندره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المطير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله راما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيب الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا بكنا لا تطيب أن الذين ظنموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فقافون أن يتخفضكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصي وعزقكم من الطيبات لأن لكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين سخروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنقذ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مهذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حزرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاترون قل للذين كفروا إن ينسهوا يغفر لهم ما قد سنف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى ألا تكون حسنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بطير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم فلو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولا تليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله تلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجاه الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله نعى الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ضطرا ورئاء الناس ويطدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى أكل فئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوفل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفل الذين تفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم ويوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد فتأذي آل فرعون والذين من قبلهم تفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فجأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانجر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائلين ولا يحب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن أثبت الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون طابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقنون الآن خفت الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفقن في الأرض تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأشرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نتاق والله بما تعملون بخير والذين تفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض عربعة أشهروا واعلموا أنكم غير محجم الله وأن الله مصر الكافرين وأذانهم من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير محجم الله وبشرين لذين كفروا بعضاء أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين وإنكم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا فلم يظاهروا عليكم أحدا فأثنوا إليهم عهدهم إلى مدفهم إن الله الحزب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحوم فقطوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحفروهم وقعدوا لهم كل مرطة فإن سابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رفو رحيم وإن أحد من المشركين اجتزارك فأجروا حتى يسلع كلام الله ثم أبغرهم أمنة ذلك لأنهم طو لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهد العباد الله وعيونا برسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم من در مسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يشك المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يغضر فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأسوالهم وتأبع قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قصدتوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم معتدون فإن تابوا وأقروا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصروا الآيات لقوم يعلمون وإن نفذوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينسمون ألا تقاتلون طوما لكفوا أيمانهم وهنموا بإصرار الرسول وهم ضدعوكم أول مرة فتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعبدهم الله بأبذلكم ويخزيهم ويروسوكم عليهم ويشفص ذر قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم أم حذركم أن تترقوا ولما يعلمناه الذين جاهدوا منكم ولم يستقلوا ولم يستقلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ونيجة والله خبرهم بما تأملون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أولئك حبطت أعمالهم وفي المالهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آننا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعشى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سطايا فرحان جوح ومارة المسجد الحرام كمن حامل بالله كمن حامل بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الرعيم أكبر ومارة المسجدين أولئك أعمل درجة عند الله وأولئك هم الفائمون بشرهم ربهم برحلة جميل وإقوال وجل ماجل لهم فيها بعين مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عماده أجر عظيم يا أيها العرين آمنوا لا تستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولعون منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وهشيرتكم وأبناء الملغة ربتمها وتجارة من تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجر القول الفاسقين فقد نطرق الله في مواظم كثيرة ويوم حنيهم إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم ثم وليتم منه ثم أنزل الله فكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا أنتروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكاثرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون مجسروا فما يضرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن حفتم عينة فسوف يهلي كل الله من فضله إن شاء إني الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا لذين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يذروا وهم صادرون وقالت اليهود عزيون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله لانت قولهم بأفواههم يضاهرون قولا لذين كفروا من مقابل قاتلهم الله أمنا يرهدون اتخذوا أحدارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله وأقواههم ويقضى الله إلا أن يثم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبال ليأخذون أموال الناس بالباطئ ليأخذون أموال الناس بالبعض ويخذون عن سبيل الله والذين يكندون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوما يحما عليها فيما الجهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وغذورهم هذا ما كنبتم ينفشكم فذوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشهور ينقى الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلقت سماوات والأرض منها أربعة شرم ذلك الذين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المستقين إنما النسيء نيابة في القفل يضل به يليين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله جين لهم شهور أعمالهم وصلره لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعلمكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيزه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لاتبهوا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واللوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفثنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد امتغوا الفثنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الحثنة تقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربطون قل أنفقوا صوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما آسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يصرقون لو يجدون منزأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رموا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آساهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راببون إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغاربين والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن حير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذر الله ورسوله فأمنه نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم شورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مغرج ما تحيرون ولئن سألتهم ليقولون إننا كنا نخوب ونمعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي قاموا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات أما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤسون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمون الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكبروا بعد إسلامهم وعموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آسانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آساهم من فضله بحلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكربون فلم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام غيوب الذين يلمزون المطولين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيفخرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين سرح المخلفون بنقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقلوا مع الخالفين ولا تطل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبت أموالهم وأولادهم إننا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا وقالوا درنانكم مع القاعدين أضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيارات وأولئك هم المثلثون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين تغروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الزمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما التبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم كن لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينذئكم بما كنتم تأمنون فيحلقون بالله لكم إذا أطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلقون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا خدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق نظرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة الزور والله سميع عنيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تدري تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكرهم بها وصل عليهم إن صلاة كسكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينزئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إنا يعذبهم وإنا يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدهم ضرارا وقفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلقن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى على شفى جرف نهار فنهار بئي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم لأنقله الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشروا ببيعكم الذي بايا كون به وذلك هو الفوض الأظيم التائفون العابدون الحافدون التائفون الرافعون الساجدون الساجدون الآمنون بالمعروف والماهون عن المنكر والحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والنبي آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أن لهم أصحاب رجحين وما كان السرسار إبراهيم يبني إلا عن موعدة وعبها إياه فلما تبين له أنه عبو لله أضرأ منه إن إبراهيم لأهواه حليم وما كان الله ليقل قولهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يستقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لأمرك السماوات والأرض يشهي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فقد تاب الله على النبي والمهادرين والأرصار الذين اتبروه في ساعة العسرة الذين اتبروه في ساعة العسرة من بعد ما كان يغيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ربور رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرد بما رحبت وضاقت عليهم أرد فشهم وظنوا وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراض أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يطيبهم طمع ولا نصف ولا محفظة في سبيل الله لا يطيبهم ولا يطيبهم ولا يطيبهم ليأمروا الله أحسن ما كانوا يعملون وما كانوا يؤمنون لأنفسه فلولا نفر من كل جرقة منه صرائفة ليتفقه الدين ليتفقه الدين وينذروا قولهم إذا ولروا إليهم لعلهم يحمرون يا أيها الذين آمنوا خاتلوا الذين يلونكم من القفال وليجدوا فيكم للغة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت مرتوف منهم الذي يقوم أيكم لا تسه هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فلا تسهوا إيمانا وهم يكتبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم إبسا إلى إبسهم وماتوا وهم كافرون أولا يقول أنهم يفتمون في كل عام مرة أو مرتين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هم من صرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم صرف الله قلوبهم لأنهم قوم ما يفقرون فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنفتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حكي الله لا إله إلا هو عليه تركلت وهو بلط الأرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف وامو هي كآيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رب منهم أن أنذر الله تبشر الذين آمنوا أنهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كن نستوع على العرش يدفر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم تعبدوه أفلا تذكرون إليه نرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا عن الصالحات بالقسك والذين كفروا له شراب من حليل وعداد أليم وعداد أليم بمعتع وكفرون هو الذي جعل الشمس بيعيه أول قمر مورا وقد ذره مناجنا لتعلمه عدد السنين بعد حتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحس يغسل الآيات لقوم إن يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار ومع أرض الله في السماوات والأرض ما آيات لآيات لقوم يتقون إلا الذين لا يرجون القوى ألا عرضوا بالحياة الدنيا ويطمعوا بها كل يمينهم على الآيات الواطلون أولئك نعراه إن المعرض ما كانوا يكتبون إن المعرض الآمن الصالحات يهديهم رفهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنات النظيم دعوان فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أريد الحمد لله رد العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير نقضي إليهم أجلهم فنذر المدين لا يرجون لقاءنا في قريامهم نعلمون وإذا نست الإنسان الضر دعوانا لجوابه أو قاهداً أو قائماً فلما تشفنا عنه ضره مر كأن يبيض هنا إلى ضر يمز كذلك زين للمسرحين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقِرُونَ من قبل كل ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وذا كانوا ليؤمنوا فذلك نجذل قونا المجرمين إِنَّ جَعَلْنَاكُمْ قُنَاءِ فِي الْأَرْضِينَ بَعْضِهِمْ لِنَوْرَ كَيْسَ تَعْمَلُونَ فإِنَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا فِي قال الذين لا يردون لقاءنا قال الذين لا يردون لقاءنا احسر قرآن عزر هذا أو بزره كل ما يكون لي أن أبزله من أن تلقائنا فيه إِنْ أَسْبَرُ إِنْ أَنْ عَلُحَائِنَا إِنِّي أَطَعَكُ إِنْ عَسَيْتُ وَأَسْبِهُ حَذَابَ الْأَيْمِ عَظِيمِ إِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَبْرَاكُمْ بِهِ فقد لبثت فيكم عملا من قبله أَفَنَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَنْ 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 إِنَّا اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذْبًا أَوْ كَذَّبُ بِأَغْوَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُصِيحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مُنْ كِذْبِ اللَّهِ مَا لَا يَظُرْهُمْ وَلَا يَنَصَهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَى إِشْتَعَاءُمْ لَهُمْ دَ اللَّهِ هُمْ أَتُعْبِّئُونَ اللَّهِ بِنَا مَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَيَانَا عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُرْمَّةً وَعَحِبَةً مُسُخْتَلَثًا وَلَوْ لَا فَلِمَةٌ سُبْقَتْ لِرَّبِّكَ الْقُضْ يَدَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَرِكُونَ وَوَقُولُونَ لَوْلَا أُنْهِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّا الْعَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ لِلَى الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَرَقُوا الْمَّاسَ رَحْمَةً لِنَّهِ دَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوا فِي آيَاتِهِ قُلْ إِلَّهُ أَفْرَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَفْتُهُونَ مَا تَنْفُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرُ حَتَّى إِذَا كُلْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَذَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ تَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا سَيَاءَتْهَا رِيْحٌ هَاصِسْ وَجَاءَهُمُ الْمَرْجُ مِنْ كُلِّ مَكْارٍ وَظَمَّوا وَرَبُّوا أَنْهُ مُحِيطًا إِذْ ظَهَرُ اللَّهَ مُخْلِصِهِ مَلَهُ الدِّينِ لَإِنْ رَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ وَنَكُونَ مَنَّا الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْ رِجَاهُمْ مِنْ حَلَّ وَظَرُونَةِ الْعَرْضِ وَيَلْحَبُّكُ يا أيها الناس إنما دعيكم على أنفسكم مساح الحياة الدنيا قلنا إلينا مرجعكم فننبئكم بما قلتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما وإن أنزلناه من السماء فاختلق بهم نبعة الأرض مما يأكل الناس والأمان حتى إذا أخذت الأرض زخوفها والزيلت والزيلت وظل أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا والأنهارا فدع الله حقيبا كأن لم تغن في الأمر فنالك نبصر الآيات نحن من يتفترون والله يبرو إلى دار السلام والله يبرو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طلق مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قصر ولا رلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتموا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم رلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب المال هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فتفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هذلك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يكترون قل من يرزقكم من السماء والأرض لمن يملك السمع والأبطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسرقون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تسرقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ففمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمنا لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا أنه إن الظلم لا يؤمن من الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفكر عنه دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتخصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم أم يقولون استراه قل فأتوا بشورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فالكذبوا بما لم يحيطوا بإلمه ولما يأتيهم تأوله كذلك تذب الذين من قبلهم أنظر كيف كان آقذة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفشدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمرون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العنيا ولو كانوا لا يغطرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولون يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نسوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغطرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم على أبو بياتا أو نهارا لا لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين غرموا دوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويتنبئونك أحطمه وقرئي وربي إنه لحط وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرم ذا مثلا النار أو العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن من أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ذلك فاجعلتم منه حراما وحلالا قل ألا الله أبنى لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكرب يوم القيامة إن الله لنغفض على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من نفطان ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبطرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نريقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان تضر عليكم مقامه وتبكيه بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم نقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلبوه فنجيناه ومنعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كلبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فلعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فلعون أتوني بكل شاحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا مع أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يطلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلهاته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا نرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يكتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحلتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تدوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليبلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تستبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأسبعهم فرعون وجنوده بغيا وأدوى حتى إذا أدركه الغرف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك بذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبرع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلقوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممكرين ولا تكونن من الذين تذبوا بآيات الله فتكون من الخاترين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت فرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ما ذا بالسماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوساكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتسك الله بضر فلا تاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لقضله يطيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو طير الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالإسلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فلا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسركم مساعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤسك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستغشون سيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دادة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامه وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمالا ولئن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مهدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعل كتارف بعض ما يوحى إليك وضائف به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء مهه ملك إنما أنت نبي رضا الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشرة وإن مثله مفتريات وادعون لي استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الأيات الدنيا وجينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرة منه إنه الحق من ربه إنه الحق من ربه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن استرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يطاعط لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خفروا أنفسهم وظل أنهم ما كانوا يكثرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأكثرون إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأطل والبطير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم مذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التبعة إلا الذين هم أراضلنا بادي الرائم وما نرى لكم علينا من قبرهم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلجمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجر إلا ألالله وما أنا بطارب الذين آمنوا إنهم مناقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تجزري أعينكم لن يؤسيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم بإله إن شاء وما أنتم بمعجلين ولا ينفعكم نفحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعز بما كانوا يفعلون واصمع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تحاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تذخروا منا فإنا نذخر منكم كما تذخرون فتوفى تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقارت النور قل نحمل فيها من كل جوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله نجريها ومرتاها إن ربي لغفور رحيم وهي تدريبهم في موج كالجبال وماذا نوح ابنه وكان في معجر يا ابنه يركب معنا ولا تكن مع الشافرين قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحان بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واتوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير طالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهدق بسلام لنا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسعهم لنا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قولك من قبل هذا قصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إن أنتم إلا مخترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا من أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تغفوا إليه مرسل السماء عليكم مذرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولهوا جرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وقولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن أحترك بعض آلهتنا جسور قال إني أشهد الله واشهده أني بريء منا تشركون من دونه فبيدوني جميعا ثم لا تنورون إني توكلت على الله ربي وربي وربيكم ما من ذات إلا هو آقب بلاصيتها إن ربي على طراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أغسرتمه إليكم ويستخيق ربي طبما غيركم ولا تظرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة لنا ونجيناهم من عذاب غنيم وتلك آد يحدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا أمرهم لجبال عنيد وأسبعوا في هذه الدنيا نعنة ويون مكيامه ألا إن عادا شفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم إيها فاستغفرواه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مهيب قالوا يا طالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مننا تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تخفير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آلة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأكلكم عذاب قريب فعطرواها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعب غير مكلوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة برحمة منا ومن خذ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأقبى الذين ملموا الصيحة فأصبحوا في إجيارهم جاكمين فأن لم يغنوا فيها ألا إن تنود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجت منهم قيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامراته قائمة فضحكت تبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأم عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما لعب عن إبراهيم الرر وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنهانا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى أفن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أطابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أقاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقس ولا تبختم ما تأشياءهم ولا تبختم ما تأشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفتدين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحذير قالوا يا شعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود قالوا يا شعيب ما نفته كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا أرأيتم فلرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرأتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد بمدين كما بعز التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبروا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرسد المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحطيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما جادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمنخف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأنا الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلول فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وقفوهم نصيبهم غير من قول ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لنا ليوسينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون صغير فاستقم كما أمرت ومن شاب معك ولا تضعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى المنين ولموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرابر منه وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت شرمة ربك لأملأن جأنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نذبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله تعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تأمنون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا نُرَى تِلْكَ آيَاكُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَأَنَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحزم القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله يمن الغافلين إذ قال يوسف الأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصر إياك على إخوتك فيكيده لك سيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسم نعمته وعليك وعلى آل يعقوبك ما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاقه إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عفدة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو افرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أغفره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عفبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لترب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء من يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمنه لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنيصه بذن كذب قال بل تورت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وعسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمر بخص دعاهم معجودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال بلد اشترار من مصر لامرأته أكذي نتواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتقذه ولدا وكذلك مكنا ليوسفه الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرضى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واشتبق الباب وقدت خميصه من ذبر وألشى يا سيدها لذا الباب قالت ما جداء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم قال هي راوزتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبر فكلبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من ذبرهم قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغذي لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تغاود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنا وها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن عيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوشته عن نفسه فاستعطب ولئن لم يفعل ما آموه ليسمن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تطرق عني كيدهن أفو إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه أطرق عنه كيدهن إنه هو السمير العليم ثم بذالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعثر قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق أأتي خبزا تأكل الطيوم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترفت من لتقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من غضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفين وقال للذي ضمن أنه نعدي منهم اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبعة بلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بسأويله فأرسلون يغشف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وتبع شنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع سنين بأبا فما حصدتم فذروا في سنبهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحفنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعطرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن عيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قال سمعة العزيز الآن حطحط الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتذوأ منها حيث يشاء نطيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جعدهم بجهازهم قال اتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحن أمرخانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسين قال لم أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذوع من لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبسئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أزن مؤذن أيتها العيو إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاب الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن نبنة سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل فطبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وابيضت أيناه من الحزن فهو تضين آلوة الله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر تذفي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا سيئة من روح الله إنه لا ييئة من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر وجئنا برضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترت الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بخميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تغمدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتز بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ردي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتها يا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن قد قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمطرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مهرقون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألكلام نمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرف وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يحصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونقبل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم نعقلون وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب التقال ويسبح الرعب بحمده والملائكة من سيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم في الغدو والآصار قل من رض السماوات والأرض طل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعه ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحل القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقفون عليه في النار بشغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثه الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتلت فرؤل الأبداب الذين ينفون بعهد الله ولا ينفعون الميتاق والذين يطلون ما أمر الله به لأن يوصل ويخشون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صبروا ابتراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ثرا ثرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عبد يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوادهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط العزق لمن يشاء ويضجل وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين تفروا لولا أنزل عليه آية من رضه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طربا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يغفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل نبير موتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل جميل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المفتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها تلك عطب الذين اتقوا وعطب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أملت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أبع وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإننا عليك البلاغ وعلينا الكتاب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبرهم فلله لنكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم القفاء لمنع قب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنف لا أمر كتاب أنزلناه إليك لتقرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا برسال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يشومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم لإن شكرتم لأجيد أنكم ولإن كفرتم إن أذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فلم يأتكم لباء الذين من قبلكم قوم نوحي وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم للبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أغفرتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أذلناه شكهم خافر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا ذكر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين تغروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون من في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسلنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستشتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقع من ماء صديد يتجرره ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنيه ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم ترماد اشتدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما تسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد وبردوا لله جميعا فقالوا ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون عن ما من عذاب الله من شيء قالوا لو هدى ما الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم خبرنا ما لنا من محيظ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعلكم وعد الحق وعستكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن زعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وصرها في السما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتتت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله ففرا وأحلوا قومهم دار الظواع جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم شرا وعلانية شرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم الغنابين فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات بحقا لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائدين وتخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظن كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصمام رب إنه إن أضلل كثيرا من الناس فمن سبعني فإنه مني ومن عطى عني فإنك وفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير بزرع عند بيتك المحرم ربنا ليصيم الصلاة فاجعل أسئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله لني وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وما تحتب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخط فيه الأبطار مهطعين مطنعي رؤوتهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجمده وتكارت سلع الرسل أولم تكونوا أقسمتم منهم قبل ما لكم من جوال وشكنتم في مشاكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا ذهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن كالله مكرهم وإن كان مكرهم لتجول منه الجبال فلا تحتبهم الله مطلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض ويرى الأرض والسماوات وبرجوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأفتاد ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحجاب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كغوا لو كانوا مسلمين لو هم يأكلوا ويتمسروا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء غروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شياب مبين والأرض نذبناها وألقينا فيها رواسي وأمبتنا فيها من كل شيء مغزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا قزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالتون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولدان خلقناه من قبل منا للسموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا شويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أنى تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربك أنظرني إلى يوم يبعتون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربك بما أغويتني لأجينا لهم في الأرض ولأغينا لهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال هذا فراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخشوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في قدورهم من ظلم إخوانا على ترر متقابلين لا يمسهم فيها نطب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ ذقلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا فلجئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنا نصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أرغارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصدحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخدون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها شافلها وأمطرنا عليهم حجارة من فجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فأقبتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واقفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهجئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيط صدرك بما يقولون فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإله وخصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسطالكم إلى بلد لم تكونوا بالره إلا بشفء الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والدرال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون ينبت لكم به الجرع والزيتون والنقيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم مدخراكم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي تخصر البحر لتأكلوا منه لحم طريلا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وترى الفلك نواقر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد لكم وأنهارا وتبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحتوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تفرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا درم أن الله يعلم ما يفرون وما يهزنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما لا أنزل ربكم قالوا أشاطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا أساء ما يجرون قد مكر الذين من قبلهم فأتوا أره طنيانهم من القواعد ففر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاطون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا استلمنا كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجه الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم قل قلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرطوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاروت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضيه وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجروا بالآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين نكوا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمهجزين أو يأخذهم على تقلف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شهي يتفيأ ظلاله عن الهم والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يقاطون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واحدا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتو فتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيرا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينففه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخروا اللهم ناس بظلمهم ما ترك عليها من دادة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكرب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لذبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالطا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بلوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي شبن ربك لولنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناد إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوشاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد دينتهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه شواء أفد نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفد الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون ماهما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم عنكم لا تعلمون فانضرب الله مثل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فضرب الله مثل الرجلين أحدهما لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه حينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على قراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنمش البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومساعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الزبال أكنانا وجعل لكم سرابيل سقيكم الحرى سرابيل سقيكم نأتكم كذلك يسم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أم لا يؤذن للذين كفر ولا هم يستأتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يسترون الذين تفروا وقدوا عن سبيل الله جرناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تبكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقروا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي لقضت أزلها من بعض قوة أنكاسا فاتقلون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباح الأمة إنما يبلوكم الله به وليدينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عن ما كنتم تعملون ولا تستخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمهم بعد تضوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذوا ما عند الله باقوا ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بزلنا آية مكان آيتي والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس بالربك بالحق ليذبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد معلموا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أمين إنما يكتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم لأنك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما خسلوا ثم جاهدوا وقبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فتطرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكلبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن ما حرم عليكم ليست عز ما لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاب فإن الله رفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاء قليل ولهم عذاب أليم وأهل الذين هادوا حرمنا ما فطفنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الشوء بجهالة ثم تعبوا من بعد مالك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طانتا لله حديثا ولم يكن من المشركين شاكرا لأمانه بتداه وهداه إلى طراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتمع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الشبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بنفس ما عوئبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصادرين تصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينطرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأطفى إلى المسجد الأطفى الذي باركنا حوله لمريه من آياتنا إنه هو السميع البطير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل ألا تستخدوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفقدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء رعد أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأتوا خلال الديار وكان وعدا من مسعولا ثم ودبنا لكم الترد عليهم وأنذبناكم لأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أشأتم فلها فإذا جاء وعد آخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علموا تثبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عبدا وجعلنا جهلنا للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي بالنسيه أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم عدرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتبنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مهار مبصرة مبصرة لتبتغوا قضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحتاب وكل شيء قصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما تجواز رسول وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نباك رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها لقول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بغربك بذنوب عباده خضيرا بطيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم دعنا له جهنم يصلىها مذرورا ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمج هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا لذل من الرحمة وقل رب رب ارحمهما كما ربياني طغيرا ربكم أعلم بما في نخوتكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان برده كفورا وإما تعرضن عن رب سراء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس فتقعد ملوما محتورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بطيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقهم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فائشة وتاء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يترك في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنسي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كذتم وجنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأخذكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد طرفنا جهان القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نطورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا سبحانه وتالى عما يقولون ألوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينة وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفطهوه وفي آذانهم وطرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نكورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورحاة أئنا لمبعوتون خلقا جديدا ساقل كونوا حجارة أو حبيبا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خطركم أول مرة فسينغبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد قمطلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ابعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون تشفى الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويطافون عذابه إن عذاب ربك كان محيورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرعي التي أريناك إلا فتلة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طريانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن بريته إلا قليلا قال اذهب فمن سبعت منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موقورا واستفجذ من استطعت منهم بقوتك وأجرب عليهم بخيبك وغجبك وشاركهم في الأموال والأولاد وعبهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكتاب ربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا متكوا من فضله في البحر ضل ما تجعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم حاصبا من الريح فيغرقكم فيغرقكم فيما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد قررنا بني آدم وحملناهم في بر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون كثيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لكتري علينا غيره وإذا لاتقلوك خليلا ولولا أن ذبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف النناس ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفي الزهنك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا سنة ماه قد أرسلنا قبلك من رزلنا ولا تجد لسنة لا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ناكلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لجنك تلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا ومنذل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجيد الظالمين إلا خسرا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا نسه الشر كان يأوسا قل قل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألون كان الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن للذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرتنا للناس في هذا القرآن من كل مدل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من لخيل وإن بها فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط الشماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرة أو ترقى في السماء أولئك يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكنا وصما نتواهم جهنم كلما قبت جبناهم تعيرا ذلك جلاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظانا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا